ألف درجة وظيفية هذا ما أقره قانون الأمن الغذائي الذي أثار مخاوف أهالي المحافظة لعدم الإنجرار خلف المحسوبيات والأحزاب المتسلطة ويتمنون توزيعها حسب الاستحقاق والشهادة لضمان العدالة بينهم استبشرنا خيرا نحن كمواطنين وخاصة في محافظة كربلا بوجود هذه الدرجات الخاصة لمحافظة كربلا وباقي المحافظات استبشرنا خير والأمور إن شاء الله نحو الأفضل وننتظر تعليمات المحافظة لأن الحد الآن محافظة كربلا أو محافظة كربلا لم يصدر تعليمات بخصوص آلية التقديم تقديم ألكتروني تقديم ورقي نطالب أن تكون هناك عدالة وأن ينال كل مستحق بحسب شهادته إن كان بكالوريوس أو دبلوم أن ينال استحقاقه بدون تمييز بدون عنصرية بدون أشياء أخرى وتأثيرات أخرى الحكومة المحلية تدرس آلية إطلاق هذه الوظائف بحسب نقاط تحسب من خلالها الزوجية والشهادة وغيرها وطريقة التقديم لضمان خلق فرص لمستحقيها في داخل المحافظة علها تكون سببا في انتشال بعض العوائل من حالة الفقر التي تعيشها حقيقة لحدنا لم تصل التعليمات من وزارة المالية أو من الأمانة العامة لمجلس الوزراء في الاجتماع الأخير للهيئة التنسيقية لمحافظات هناك عدة مقترحات وإن شاء الله بعد ورود التعليمات سيعلن عن فتح باب التقديم سيكون هناك ربط ألكتروني والتقديم ألكتروني ولينا نحب نطمع عليه أخوان الخريجين سيكون تنافس بشفافية عادية سينفتح الرابط ويكون التقديم للجميع بدون استثناء وتنافس إن شاء الله لن يكون هناك أي درجة وظيفية لأي كان إلا من خلال التنافس الشريف بين الأخوة الخريجين سواء من حملات شهاد الدبلوم أو البكالوريوس خطوة في تصحيح مسار العدالة في التعينات لمستحقيها في جميع المحافظات العراقية لتعيين فئة الشباب في مؤسسات الدولة في الأيام القادمة لقناة التغيير الفضائي جاسم الهميم كربلا